اشتركوا في القناة وعلم ان هذه المغفرة وان هذه التوبة وان هذه الجنة بيد امه التي ولدته وانجبت ثم اقبل على امه هل ستعطيه الام هذه المغفرة وتقبل توبة وتدخل الجنة والله الام ما يحتاج قلبها حنون نسوينا حلقة عن الحنونة فما بالك يا شيخ علي ان الانسان اذا اسرف وقصر في جنب الله واراد ان يتوب واراد المغفرة يقبل على من هو ارحم به من امه التي ولدته النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات معه بعض السبيه وكان من ضمن هذا السبي امرأة فقد الطفل رضيع لها فبدأت تبحث تبحث عنه تبحث عنه والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينظرون اليها حتى وجدت هذا الطفل الرضيع فحملته وضمته الى صدرها والقمته ثديها بكل عطف وبكل حنان والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينظرون فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اتظنون ان هذه ملقية ابنها في النار قالوا لا والذي بعثك بالحق يا رسول الله فقال لهم لا الله ارحم بعباده من هذه بولدها ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون شيخ علي كان احد السلف يقول ويدعو الله عز وجل عندما تذكر ذنوبه ومعاصيه بين يد الله عز وجل كان يدعو الله عز وجل ويقول يا من رحمتك وسعت كل شيء عبدك شيء من الاشياء فاغفر لي وتجاوز عن سيئاتك الله يا من رحمتك وسعت كل شيء عبدك شيء من الاشياء فاغفر لي ورحمة ترى ما هي رحمة الله عز وجل تسمح لي جاوب على سؤالك بسؤال الفضل لو الآن الإنسان لما يهجر المساجد ويعصي ويسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي يقصر في جنب الله ثم أراد التوبة وأراد المغفرة وأراد الرحمة وأراد لقاء الله في الجنة وعلم أن هذه المغفرة وأن هذه التوبة وأن هذه الجنة بيد أمه التي ولدته وأنجبت ثم أقبل على أمه هل ستعطيه الأم هذه المغفرة وتقبل توبة وتدخل الجنة والله الأم ما يحتاج قلبها حنون نسوينا حلقة عن الحنونة فما بالك يا شيخ علي إن الإنسان إذا أسرف وقصر في جنب الله وأراد أن يتوب وأراد المغفرة يقبل على من هو أرحم به من أمه التي ولدته النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات معه بعض السبي وكان من ضمن هذا السبي امرأة فقد الطفل رضيع لها فبدأت تبحث تبحث عنه تبحث عنه والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينظرون إليها حتى وجدت هذا الطفل الرضيع فحملته وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها بكل عطف وبكل حنان والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينظرون فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أتظنون أن هذه ملقية ابنها في النار قالوا لا والذي بعثك بالحق يا رسول الله فقال لهم لله أرحم بعباده من هذه بولدها ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون شيخ علي كان أحد سلف يقول ويدعو الله عز وجل عندما تذكر ذنوبه معاصيه بين يد الله عز وجل كان يدعو الله عز وجل ويقول يا من رحمتك وسعتك كل شيء عبدك شيء من الأشياء فاغفر لي وتجاوز عن سيئاتي الله عز وجل يا من رحمتك وسعت كل شيء عبدك شيء من الأشياء فاغفر لي ورحمني الله عز وجل شكرا 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 little man ترجمة نانسي قنقر